موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم معاكم مسأمة العامر ويلا بينا مع حبيبي موسيقى وزي ما بقول كل مرة محتاجين الستيودين بوك معينا ويلا بينا موسيقى كتاب كناكت بلاس وحنبدأ بالريدين ويلا بيزي بي بتقول لنا ويلا بيزي بي بتقول لنا موسيقى موسيقى سارا هي اسمها نسمة بتقول انا اسمي نسمة وانا النهاردة في التراك في المصار مع صحبتي او صدقتي سارا طيب يبدل الوقتي نسمة و سارا مع بعض في التراك ليه؟ تعالوا نشوف اللي بيحصل بالزب سارا هي رياضية فعشان كده بتعمل تدريبات كتير نحن بنيجي هنا ثلاث مرات في الأسبوع هي طبعا هي نسمة اللي بتكلم فأصدقها على سارا سارا بتيجي كمان مع بابوهم ومتها منظر مرات كل مرة كل مرات طريع في النهارك يبقى هي جوانة نسمة تروح مع صارا تريد ثلاثmente بالزباد تروح معا تراك علشان تطرب لتدرب صارا متروح مرات كمان مع بعضها ثلاث مرات يبقى ثلاث مرات نسمة صارا بتروح التراك three times with Nisma and one more time مع her parents on the weekend معنى كده أنا عندي four times سارة is training فين في الترك تروح الترك عشا تدرك سارة is a runner and she has a big competition next month سارة هي بتجري وعندها big competition عندها منفسة أو بطولة next month الشهر الجاي I think she will win نسمة اللي بتتكلم فنسمة بتقول I think she will win هي نسمة متأكدة يعني بتقول اعتقد انها حتكسب I'm training with her to support her and it helps me get fit بتقول ان هي بتروح كمان تدرب معها عشان to support her علشان تاخد بالها منها اوي to support someone to take care يعني بدعمها وعلشان كمان هي it helps me بتقول it helps me to get fit عشان هي كمان تبقى رياضية ويعني healthy بتتدرف عشان تبقى هي كمان fit healthy وتبقى بتعمل تدريبات we warm up warm up يعني نسخن we warm up together and we have fun يبقى احنا بنسخن مع بعض تسخين هو الwarm up اللي هو قبل التدريب بيسخنوا مع بعض وطبعا هما بتقول we have fun هما بتبستوا جدا مع بعض I record her race times too نسمة كمان بتعمل ايه بتقول ان هي بتسجل ال race time بتاع سارة بتسجل ال race time بتاع سارة هي اللي بتعمل لها او بتكتب لها records بتاعتها ال time بتاعها بتاع ال race she's a good friend her best event is in the 200 meter race احسن event او احدث حدث بتعملو بيكون المتين متر الجري المتين او السباق المتين متر she is very fast هي سريعة جدا كل ده هي بتتكلم على سارة سارة was in a race last month سارة كان عندها السباق الشهر اللي فت but she didn't win ما كسبتش السباق ده she came second هي تلعت التانية so she wants to try harder هي لازم انها تحاول او تعمل اقصى بهدها او تتعب اكتر او تجرب اكتر هي بتقول ان هي السباق بتاع الشهر اللي فت هي ما كسبتوش هي تلعت السكند تلعت نمرة اتنين so she wants to try harder لازم تتدرب اكتر او تتعب اكتر عشان تقدر ان هي تكسب السباق هو انا بس معترضة رالحتة دي انّ هي تلعت الثانتى هي مش معنى كده انها خسرت السباق هي برضه تكنسبت لان التاني برضه بيبقى عمل مجهود جباري يعني فبصراحة هي كويسة طبعا لازم تحاول وتعمل مجهود أكتر علشان تطلع الأولى كل واحد عايز يبقى يطلع الأول بس أنا شايفة كمان أنها عملت مجهود كويس جدا وأخدت المركز الثاني فدي حاجة برضو كويسة مش حاجة وحشة هي خلصت السباق اللي فات في 35 ساكنز مش عايزة ترجمها مش عايزة تحاول ما ترجمش كتير وده طبعا حاجة كويسة جدا انها بتحاول تبقى أحسن وأحسن عايزة تحقق الرقم أحسن ده في اللعب القوة خصوصا في الجارية حاجة تبقى جميلة جدا تعمل رقم جديد هي دايما بتاكل أكل صحي هي دايما بتاكل أكل صحي علشان يبقى معهم سناك وبيشربوا مية كتير جدا ودي حاجة مهمة قوي 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 وخصوصا للناس اللي بتدعب رياضة ان هما يشربوا مية كتير ان هما بيتعبوا ويعرقوا بيفقدوا مية كتير جدا من البادي بتاعهم فلازم يعوضوا مية بالشرب المية الكتير أنا بحب أساعد سارا علشان هي فعلا صديقة لي كويسة جدا صديقة جيدة جدا بتقول ان هي دايما بتسمع لها لما يكون عندها مشكلة يعني سارا بتسمع لي نسمع لما يكون نسمع عندها مشكلة ودي حاجة مهمة جدا 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 في الجود فرند لازم ان احنا علشان نبقى أصدقاء كويسين نسمع لأصدقائنا ونقف جنبهم لما يبقى عندهم مشكلة ونسمعهم وي لسن تو دم وي لسن تو اور فرند ليه علشان دايما اور فرند الصديق دايما بيبقى محتاج حد يسمعه ودي حاجة كويسة جدا نحنا نسمع لأصدقائنا انه دايما اي انسان بيحب ان حد يسمعه فالجود فرند الصديق الكويس المخلص دايما بيسمع لصديقه يقف جنبه لما يكون في مشكلة او 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 مش بس لما يكون عندها مشكلة فده كامل لما يكون الآن من حاجة او 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 كامل لما يكون لما يكون ونحاول ان احنا نجوابها مع بعض عشان نفهم كمان الريدنج اكتر ياريت بعد ما احنا فعلا ريد اجين دي حاجة مهمة جدا نقرأ تاني القطع اللي فاتت وكل كلمة كلمة نحط صبعنا عليها او بالبانسل وإحنا بنقرأ كده نقعد كلمة كلمة نبص لها كويس ونفهم كويس ايه اللي بيحصل في الستوري دي طيب تعالوا نقرأ المينين اللي صح ونختار الانسر المزبوطة طيب معنية ايه؟ المينين بتاعها هيا ايه محلولة عندنا فعلا ورم اب احنا قلنا يسخن التسخين اللي بيبقى قبل الرياضة او قبل الاكسرسيز زي بالظبط كده ما بتوفوا في ماتشات الكورة اللعيبة بينزلوا يعملوا ايه؟ يعملوا ورم اب بيسخنوا قبل الماتش على طول طيب نمبر تو سابورت افريند صح؟ انا عارفة بيس هاوي كتير عارفة الاجيبة طيب سابورت افريند انا يستعيلها من شوية يطرأ هاوب افريند والا جات يور فريند اصناك نسياد سابورت انا يعني هاوب افريند نسياد افريند او جات يور فريند اصناك او نجبلو اكل او صناك اكسلنت برافو عاليكم هاو افريند برافو طيب نمبر 3 كم ساكند كم ساكند فاكرين لما قلنا ان سارا didn't win the last race she came the second كم ساكند معنى ها ايه؟ معنى ها finish after lots of people in a race خلص بعد lots of people many of people ولا be the next person to finish after the winner be the next person to finish after the winner الشخص على طول بعد الفائز بزبط كده to be the next person to finish after the winner يبقى the winner is the first one then come the second معنى ها هو الفائز الثاني بالعربي لو قلنا try try harder try harder يا ترى معنى ها ايه؟ hope to do better يعني قرب كده اقول نفسي افقا عمي كويس نفسي افقا عمي كويس في المتحين عشان خطر انجح او اجيب درجة كويسة او اجيب فو مارك دي معانيها just hoping just ان انا اتمنى ولا work hard to do better yes work hard to do better لازم عشان نعمل حيج كويسة we have to try hard to try harder next time عشان نقدر ان احنا نعمل حيج كويسة نجيب فو مارك نقصب race زي ما كنا منقول من شوي طيب read again and answer number one how off احنا هنا في كندا منقول often فمالشو في في اتنين في ناس بتقولها often ويناس تقول often بريتش و امريكان يعني انجل ف how often نعرف في مصر كتير نسبة تقولها often اكتر how often does sara go to the track هي بتروح الترك كم مرة او قدق كل قدق بتروح الترك هي هنا جهزة هي four times a week فاكرين لما قلنا three times with نسمة and one time on the weekend with her parents فكذا عندي four times طيب number two does نسمة think sara will win her competition نسمة معتقدة ان sara حتكسب الكمبيتشن بتايتها yes she does فعلم هي قالت كذا نسمة قالت كذا قالت i think she will win طيب number three did sara win her last race sara sara kassabit her last race السباق الاخير no she didn't لا ما حصلش ما كسبتش طيب number four what snacks do sara and nismah eat فاكرين لما قلنا انهما بياخدوا معهم snack للتراك يترى كان ايه السناك ده excellent fruit well done number five why does nismah want to help sara يترى لي nismah عايزة تستي عيد sara because sara is a good friend excellent عشان sara is a good friend sara دايما هي قالت انها دايما listens to her مضبوط تسمع لها لما يكون عندها problem او she she's worried about something هي قلنا من حاجة انا كتب يعني short answers لو احنا عايزين نكمل ونكتب full answer اكتبوها بس انا ما عنديش مكان هنا بصراحة عمل كده يلا بينا و open your workbook على skills و تهيل و read and match يلا بينا عندنا pictures هنا a b c d عندنا one 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 three four one two four they try harder try harder is picture c he's trying hard he's on the treadmill trying 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 running and running صح مال بيجري بيعمل مقود كبير جدا طيب number two warm up warm up بيقونا ايه warm up انه هد بيسخن ابي ال exercise يترويج picture picture d excellent number three support a friend support a friend يعني اوف قنبو و help a friend b letter picture b excellent she's supporting her she's being kind to her she's being nice to her هي لزيزة وجميلة معيها number four come second excellent picture a انا شايف الارو هنا عندنا الارو على the second one come second picture a well done براف عليكم طيب عندنا هنا كمان story تانية لزيزة جدا انا شايف برضو فيها race بس مختلف شوية مش race دقي drum excellent طيب يلا مينا البيزي بي بتقول لنا read and complete hi i am ferris اسم ferris and this is tarik يبقى عندنا two characters هنا في story ferris and tarik tarik is an athlete so he does a lot of exercise يبقى هنا عندنا ferris و tarik who is telling the story tarik is the athlete هو ferris بحكي نان tarik he wants to compete in the school long jump competition هو عايز ينافس في المسابقة بتاعة المدرسة بتاعة long jump طيب this is his best event and he wants to win a medal دا الحدث المفضل بتاعه وهو عايز يكسب medal medal تفتكروا تستقيلين في الفيديو اللي فات بتاع part one medal هي المدالية و compete قولناها كزا مرة he wants compete here he wants to compete in the school long jump competition compete unifis competition المنافسة أو المسابقة طيب he wants to win a medal on medalia he competed last year compete on unifis competed حطينا ed عشان يبقى حصل في past عشان كده مكتوب last year يبقى أفهم إن الكلام دا حصل في past he competed last year but he didn't win a medal هو نين في السلام لفيت بس ما أخد medalia he didn't come first or second هو ما كانش لفرست ولا سكن لأول ولا التاني he came third هو كان التالت so he knows he has to try harder this year عشان كده هو يعرف إن هو لازم to try harder لازم إن هو يعمل أقصى قهدو السندي this year he comes to the track three times a week ده لسه كان في حد برضو بييجي three times a week للtrack صح I go with him because I am his friend أنا بروح معي علشان أنا صديقه أنا حبة جدا الصداقة الجميلة دي اللي بيساعدوا بعض فيها اللي وقفين مع بعض تي حاجة جميلة جدا جدا حاجة تفرح بصراحة يا ترى أصحاب كلهم كده بيقفوا جنب بعض وبيحبوا صحابهم وبيعملو لهم support when helping them أتمنى بصراحة وأحب أسمع كتير عن الكصص الجميلة دي I warm up with him and I measure the distance he jumps I warm up with him أنا بسخ معي بيسخ قبل الجم معي and he measure وهو وكمان هو أنا يعني هو بيكلام عن نفسه and I measure هو بيقيس the distance in مسيفة he jumps الهو طريق نط هم jumped his farthest distance this week so I think he will win the competition he jumped he jumped farthest distance أبعد مسافة هو نط ها قبل كده يعني هو ما نط ش قبل كده المسافة دي كلها فهو تحصل this week الأسبوع ده إن هو نط أبعد مسافة الأسبوع ده so I think ففيرز بيقول I think he will إن طريق will win the competition نهو حيقدر يكسب المسافة طي احا تاكد إن إحنا فهمنا كويس قوي قوي اللي بيحصل في السوري دي تعالوا نشوف first one طريق wants to compete in the school fill in the blanks هي موجودة already long jump competition نحن قلنا كده من شوية في السوري نوبر 2 طريق wants to win a طريق wants to win a medal excellent bravo عليكم he wants to win a medal number 3 last year طريق came فاكرين هو كم يقول لنا not the first not the second يب third in the competition last year طريق came third فاكرين in the competition number four طريق comes to the track how many times how many three times a week excellent number five ferris measures the distance طريق jumps well done bravo عليكم ferris thinks طريق will win the competition this year excellent i'm so proud of you friends bravo عليكم طيب يلا بينا نرجع تاني لل student book وعندنا reading and listening البزي بي بتقول لنا read the text on page six again find and underline these words are they in the beginning middle or end of a sentence يبقى exercise ده تعملوا لوحدك حاولوا to find these words حاولوا ان انتوا تلاقوا الكلمات دي و underline اعملوا تحت ها خط شفوها is the word لو الword في in the beginning في أول جملة ولا in the middle في نص جملة or end of a sentence في آخر or in the end or at the end of the sentence في آخر الجملة طيب number two complete the sentences طيب عندي شوية words هنا وحطا تحت في blanks اللي معايا and but because so or يالبين let's read together طيب I like running and jumping so we know هو he likes both هو بحب لدنين I like running and jumping number two it's hard to run today it's hot so هو بي قلي information هو المعلومة والي السبب بتاها يترا حط كلمة a but ولا because ولا so ولا or well done because عشان وداني السبب لان because علشان يعني لازم بعد هي سبب number three I like running I am not very fast وانا بحب بقري بس انا مش سريا انا اتب لاربي I like running I'm not very fast تبعي بحب بس مش سريا تبعي بط excellent بزا I like running but I'm not very fast number four he has a race next week he trains every day وعنده race next week he trains every week بتطرب كل sorry every day كل يوم طيب يعني هو عنده race next week افكر فيها كده يبقى ايه but خلص اخدناها صحيح نسينا نعمل ها cross ايه هاي اللقتي عندنا three words سيبفضل لنا so or يبقى he has a race next week so he trains every day ولا he has a race next week or he trains every day which one so عشان هو عنده race next week فبيب مر كل يوم تميم كده طيب number five if she doesn't like throwing you see madame cross lso type she doesn't like throwing jumping or she doesn't like both she doesn't throwing or jumping excellent رفاليكم طيب يلا بينا وتعالوا هنا هنقرأ الأول مع بعض علشان في listening هنسمعوا عشان نقدر نحنا نكمل الفراغات اللي عندنا دي طيب number three listen مفهود ان احنا هنستمع لحاجة دلوقتي وبتسألنا how far will the children run يا ترى ايه المسافة ال children الأطفال دول هيجروها طيب they will run هنسمعها مش هتقبل أول حاجة فاللي احنا هنسمعو بس هما هيقولو النا number النا هيقولو ده احنا مفهود نكتبو هنا they will run هنسمع دلوقتي يا ترى هيقدرو يجرو قد ايه number four listen again and complete اهو علشان احنا مش هتتقل أول حاجة احنا هنسمع كله مع بعض how can you run how لما بنقول can you run قد ايه تقدر تجري يعني نسأل على المسافة يا ترى في كلمة هنا بتتقل after how how can you run number two do you enjoy long running long running نتشوف number three who do you think win who do you think تفتكر مين اللي حيكسب who do you think blank win طيب كهزين يلا بينا نسمع مع بعض واحدة بنسمع هتشوفو الwords our correct answer بتكتب مين listen how far will the children run how far can you run do you enjoy long distance running lots of children will say no but it's really good exercise and it can make you very fit these children will run fifteen hundred meters it won't be easy because running makes you tired who do you think will win طيب يبا احنا سمعنا مع بعض هي قالت these children will run fifteen hundred meters الحياة يعني دايما في أمريكا وكندا لما يبقى one thousand five hundred الرقم اللي احنا بنقوله في مصر meters هنا ساعد بيقولوها fifteen hundred ساعد بتتقال كده يعني نادرا لما يقولوا one thousand five hundred meters بيقولو fifteen hundred بس علشان احنا ما نلغبطش نفسنا يعني اللي اخذين عليها في مصر اكتر ان هي one thousand five hundred meters بس لازم تعرفوا ان ساعد الارقام بينطقوها الاجنب كده fifteen hundred meters أوكي طيب طيب يبقى they will run one thousand five hundred meters عندي هنا how far can you run far يتقدر تقري do you enjoy long distance running do you think who do you think will win من الله يقدر من الله يكسب ask and answer do you enjoy running يترى مين بيجري مين بيحب و مين بيستمتع بالرياض تقري which sport do you think is easy ان هي رياضة سهلة which sport is difficult هي رياضة صعبة how often do you do sports how often do you do sports يترى كل قدق تلعب رياضة الاسئلة دي كلها انا عايزة اصحابي جاوب عليها لانا عارفة انتو تقدروا like مثلا do you enjoy running ممكن اقول yes I do no I don't تمام which sport do you think is easy for me مثلا I think table tennis is easy which sport is difficult مثلا بالنسبالي I think مثلا in football is difficult for me كل واحد حسب ما هو بيدار يلعب وما بدار شي يلعب اي how often do you do sports كل واحد بقى يقول كلا قد اي فيا لابريو ده like twice a week three times a week four times a week every day كل واحد يقاب كلا متأكدة ان كل واحد هيعرف يقاب بشا من اصحابي مشتطرين طيب يلا لات go back to the work book read and circle هاي لو كنا نقر السنتنس دي ونختار الإجابة الصحة number one Amir is a good runner بيكي كويس طيب Amir is a good runner so I think he will win the race عشان كدا اعتقد ان هو هيكسب السباق يبا هنا هستخدم so مش هستخدم but لان هنا انا ديت قلت it did good good reason ان هو good runner عشان كدا انا افتكر ان هو هيكسب السباق so I think he will win the race number two Miriam likes running Miriam Miriam بتحب running القري because ولا and doing the high jump يبا هي بتحب running بس هنا انا اتكلم تغلق حاجة تانية doing the high jump يبا انا هنا مدتش reason عشان اقول because انا ديت حاجة تانية يبا and يبا Miriam likes running and doing the high jump تاي number three ويل came second this year and ولا so he will try harder next year تاي يترو and ولا so يبا عشان هو came second last year so he will try harder next year عشان هو game second رو number four i don't like throwing the ball حبش رمي كورا jumping jumping شارفين or والا بات i like running يترو i don't like throwing the ball or jumping i like running excellent number five dahlia ran the race she didn't win a medal هي ran هي giri at the race سبع she didn't win a medal but she didn't win a medal بس ما كسبت اي medal i like helping خليل طبي ترى هو he is helping خليل لي he is my friend يبقى داني هنا سبب يبقى because ولا so انا عندي سبب because he is my friend excellent طيب read and match يلا بينا تعالوا نقرأ ال sentences المعين دي اول واحدة فاطمة doesn't like running فاطمة بتحبش الجري so she does a lot of other exercise هي بتتدرب تمرينات او تدريبات تانية طيب خلاص دي عارفنها one مع اي يترى تعالوا نقرأ الباقي i bring my friend snacks يجيب لصديقه او صدقتها snacks طيب يترى فيها اي من هنا تعالوا احنا let's read first three وليد ran in the race خدا came second number five i think he will win number six i ran i ran the 200 meter race a because he is a fast runner هو سريع so she wants to try harder تليس تام من ما كود أكتر c and some water d but i don't do the long jump وما اي F but he didn't win طب يلا تعالوا كدا نشوف ما بعد number two i bring my friend snacks snacks and some water excellent bravo وليد ran in the race جري في السباق بس إلا حصل because he's a fast runner دمش ريزن للهو تقل ان هو جري في السباق so she وليد is he but i don't do the long jump برضو ملحش علاوك وليد ران in the race but he didn't win بلد ran in the race but he didn't win four هدا كيم second هدا يبقى شي بقى لزم أدور وشوف هي إلا هيحصل بعد إنها جابت second أو بقت second هدا كيم second because he so she wants to try harder صح I had keem second يبقى wants to try harder excellent رف عليك I think he will win يترى هو حي يكسب لي ولا هو متأكد أو يعتقد أن هو حي يكسب لي because he's a fast runner مفيش ولا but I don't do the long jump ملحش علاوك يبقى because he's a fast runner excellent I run the 200 meter race but I don't do the long jump بس مش بعمل النط okay طيب يلا بينا و نكمل ودي انتو هتعملوها بنفسك وعشان it's about yourself read and answer about yourself دي حاجة خاصة بيكو انتو هنقرأ الquestions مع بعض do do it on your own number one what sports events do you like doing يترا ايه الحدس الرياضي اللي بتقدروا انتو تعملو او الرياضة الحلوة اللي انتو بتحبوها طيب number two how often do you do sport كل قد ايه تعملو رياضة number three how far can you run يترا تقدروا تجروا قد ايه كل واحد يقول about him or herself و يلا بينا نركع تاني لل student book و عندنا some values عندنا شوية قيم كده لازم نتعلم ها مع بعض علشان احنا نحب اصحبنا واصحبنا يحبونا طيب number one listen and read نسمع ونقرأ what do the words in bold meaning او مينز انا مش شايف الكلام بصراحة الباقي هنعرف يعني ايه الكلام اللي مبن علي bold يا مسلا make fun of tell secrets كل الكلام ده هنعرف معنية ايه my rules for being a good friend عندنا شوية rules شوية قواعد علشان نبقى اصدقاء كويسين number one تحلو نفهمها مع بعض كويس قوي never make fun of make fun of نتحك على حد او نستهزئ بحد او نتنمر على حد انا رفض بالانجلش معنية ايه never make fun of your friends it isn't kind to laugh at people نفاش نحنا نتحك على الناس يعني مسلا حد من صحبنا حد من اصحبنا وقع بدل ما نساعده لا ده احنا نقف نضحك عليه حاجة حلوة لا طبعا مش حاجة حلوة اي حاجة اي حد مثلا اي حد اي حد حصله اي موقف مش حلو اي حد دومه مثلا الشورت تقطع او جاء لي مثلا طينا او مش نضيف او في نقف نضحك عليه بدل ما نساعده لا this is not nice ده مش حاجة حلوة اوكي طيب number two never tell your friends secrets to other people لما حد يقل جي يقول لنا secret سر ابدا ما نروحش نقوله لحد تاني never tell ما حدش يقول اي حد اسرار اي حد او اسرار اصدقاؤه لحد تاني لان دي مش حاجة كويسة الشخص ده جي وصق فينا فما ينفعش ان احنا نخون من الثقة دي ونروح نقول السكر بتاعه او السر بتاعه لحد تاني من صحبنا number three never spread rumors about our or about your friends ابدا ما ينفعش ان احنا نتكلم على اصحبنا او معنى اصحح ان احنا نطلع اشعات ونتكلم على حد من صحبنا number four never pressure your friend to do something he or she doesn't want to do ما ينفعش ان انا اضغط pressure اضغط على حد او صديقي اضغط على صديقي ان هو يعمل حاجة لهو او هي عايزين يعملوها يعني ما جيش اقول له لا تعالي حليلي السؤال ده لا حتحليلي السؤال ده او حتحليلي المسألة دي لا ما ينفعش او تشلي الحاجة دي لا ده ما ينفعش دي حاجة مش حلوة number five listen to your friends ideas اخلي اخليني open minded اخليني ان انا عقلي متفتح واحنا بقينا كبار دلوقتي في grade three يبال لازم ان احنا نسمع لأفكار اصدقائنا ونسمع لأصحبنا تشوف رأيهم ايه number six support your friend ادعم ادعم او ادعم صديقي number seven او help اصعد number seven if you make your friend sad لو صديقك زعلت it's good to apologize يبقى حاجة حلوة نحنا نعتذر apologize اعتذر saying sorry is important نحن نقول sorry تحاجة مهمة جدا الاعتذر apologize نحن نعتذر لحد ونقول له sorry تحاجة جميلة وحاجة لطيفة جدا صحبنا هيحبونا لو احنا عملنا كده number eight have fun together احنا لازم ان احنا نفرح مع بعض ونلعب مع بعض ونبقى كويسين مع بعض have fun together طيب تعالوا نشوف الكلمة دي معناها ايه bill english make fun of laugh at someone نضحك لحد او نتنمر عليه طيب يمكن make fun off يمكن غير البوليين غير التنمر بس انا بديكم مثال make fun off يعني نضحك على حد او نستهزق به او نقف نضحك عليه كده هو او tell secrets يعني ايه احنا قلنا secrets الاصرار فنحن نقول اصرار حد يبقى say things someone does not want you to talk about حد نقول حاجة محدش عايزك يقولها هو وصل فيك وجاء الهالك يبقى هو بيحبك انت عايزك بس انت تعرفها فما ننفعش نحن نقول للناس كلها اللي هو الهن spread rumors لها to tell stories about someone اقول قصص مش حقيقية على اصدقائنا او اشعاة بالمصر كده نضغط على حد او اضطر ان انا او ان انا بالعافية اقنع حد يعمل حاجة مش هو عايزها او هو مش عايزها يبقى اضغط على حد او اضغط على حد او اقنعه بحاجة هو مش مقتنع بيها listen استمع لحد او او اتك نوت اف حد بيحكي لي حاجة فانا امركز معي اوي support يبقى give help to someone اساعد حد apologize اعتذر say sorry have fun enjoy yourself enjoy your friend لعبوا مع بعض افراحوا مع بعض تمام عشان ما يفقاش في خميات وتبقوا good friends البيزي بي بتقول لنا نرجع تاني للكتاب او نكمل في كتاب تعل ستين بوك read again and complete the table تعالوا نشوف الحاجات الجود والحاجات الباد اللي احنا مش عايزين نعملها زي مثلا الحاجات الجود اول حاجة listen طب يا ترى اي تاني ممكن نحطه هنا من الوردز اللي فوق دي نقدر نحطها مع الحاجات الكويسة تيجو نقراهم spread rumors make fun of listen pressure someone support have fun apologize كل الحاجات دي يلا بينا نكمل التابل مع بعض الحاجات الجود اول حاجة listen طب يا ترى اي تاني good support excellent ما ننساش نعمل نقراس عال الورد ايه اللي احنا ناخدها support يا ترى تاني have fun نتبسط و نلعب مع بعض ايه تاني apologize اللي هي say sorry حاجة جميلة جدا كلها حاجات good طب الحاجات bad اللي مش المفهود ان احنا نعملها زي ايه زي spread rumors نطلع عشاعات وحكاوي وحكاية على اصدقائنا دي ينفى لا تي حاجة bad ما تنفعش جدا طيب ايه تاني معنا make fun of نتري على حد او نقلس على حد تي حاجة مش مش كويسة او نضحك على حد نقول اصرار اصدقائنا نأ طبعا ما ينفعش طب يترى ايه تاني pressure someone نضغط على حد دي حاجة برضو مش كويس او كي طيب يلا بينا تهيلو عندنا تاني reading and writing story read the story what rules from exercise one can you find يترى ايه رولز اللي موجودة هنا في الstory دي من اللي احنا نستأخدنها هنلاقيها في الstory يلا بينا let's read together one day تامر was sad when he came home from school يوم الايام تامر رجع من المدرسة زعلين يترى هو زعلين لي what's the matter asked his mom ممتو سألته في ايه what's the matter اللي حصل what's the matter okay اتاك ازا مرة عشان نعرف نقولها what's the matter اللي حصل ممتو بتسأله شريف asked me هو بيحكي لها بقى القصة شريف واحد صاحبه اسمه شريف asked me why I didn't want to do the swimming competition شريف سأل تامر ليه انت مش عايز تعمل السويم مش عايز تدخل في السويم ممتو I told him يبقى تامر قال للشريف يترى قاله that I'm scared of water but it was a secret او او اعتقد انا عارف اللي حيحصل دلوقتي يبقى هو قاله ان هو بيخاف من المية بس ده كان secret انا خايفة يكون اللي في دماغي ده حصل يا ترى شريف راح قاله حد secret ده دي حاجة مش كويسة خالص تعالوا نكمل ونشوف ايه حصل I told Adam sorry he told he told Adam and and now everyone knows يبقى شريف راح قال لأدم ووائل ودلوقتي كل واحد عارف ان دامر بيخاف من المية دي حاجة كويسة دي حاجة وحشة جدا نحن نروح نقول السر بتاع صحابنا ليهم وطبعا هم اعتقد ان هم مش بس كده لا ده هم كمان اكيد بيوزوا بالسر ده دي حاجة مش كويسة خالص they are making fun of me بالضبط كده هم بالتريق عليه ويقلس عليه they are making fun of me دي حاجة مش كويسة بيتحكوا عليه كده حاجة مش حلوة خالص طب ويا ترى ممتو هتقوله ايه that wasn't very kind of شريف ده ما كانش نزيز او ده ما كانش حاجة كويسة من شريف said tamir's mom يبا tamir's mom قالت له that wasn't very kind of شريف ده ما كانش حاجة كويسة من شريف طيب تعالوا نشوف يا ترى ايه اللي حيحصل next day the next day tamir was a lot happier ده كم مبسوطة هو يا ترى اللي حصل how was school today tamir نهارت اخبر مدرسة ايه his mom asked ممتو بتسأله بقل اماريجا it was better said tamir طيب الحمد لله smiling كمان كان مبسوط بيضحق بيقول it was better كان حاجة كويسة طب يترى اللي حصل شريف apologized for telling my secret sorry شريف apologized for telling my secret شريف اعتذر انه السر دي طيب كمان اللي حصل adam and wail said sorry for making fun of me كمان adam wail الول sorry ان هما كانوا بيتحكوا عليهم بارح ان هما بيخاف من المية تي حاجة جميلة جدا انا مستجد ان دا حصل هما فعلا غلطوا بس صلحوا غلطتهم وراحوا قالوا sorry we are all friends again احنا كلنا اصدقاء تاني شفتوا شفتوا تامر رجع مبسوط ازاي لما صحابه رجعوا تاني يتكلموا معا كويس واعترفوا ان هما فعلا غلطوا لما كانوا بيتحكوا عليه مبارح تي حاجة جميلة جدا انا حابة الستوري دي قوي اي نعم في الاول كان في مشكلة كبيرة حصلت وان هما كانوا بيتحكوا عليه وتامر ما كانش مبسوط بس فرحت لما تاني يوم تابل راح المدرسة واسحابه اعتذروله قالوله sorry وكلهم اعتذروا وبقوا friends تاني مع بعض تي حاجة جميلة جدا طب يالله هما كانوا طلبين مننا ان احنا نكتب الرولز من اكسرسايز وان اللي احنا فهمناها never tell your friends secretty لازم تكون اول حاجة طبعا لان احنا لازم منقولش اسرار اصحابنا لحد يا ترأي number two انا عارفة ان كل اصحابي عارفين دلوقتي never make fun of friends ميفاش نحنا نقول نضحك على اصدقائنا تمام number three if you make your friends sad لو انتو زعلتوا حد من صحابكم it's good to apologize نعتذر saying sorry is important مهم جدا نحنا نقول sorry كل دي قيم واخلاق مفوت تكون موجودة in our community في المجتمع بتاعنا بين اصدقائنا لازم نتربى عليها ونعرف ان دي حاجات كويسة جدا ان احنا لازم نعملها وانا عارفة ان في كتير من اصحابي عمرهم ما قالوا السكرت بتاع اصحابهم لحد عمرهم ما make fun of anyone من their friends عمرهم ما ضحكوا على حد او التريقوا عليه او قلسوا عليه طيب now make your own rules حسبها لكم كل واحد يعمل الرولز بتاعتكم شوفوا الرولز بتاعتكم ايه الرولز الحلوة بتاعت اصحابي طيب يلا بينا ونروح نجوف values في الworkbook read match and write عندي sentences بس عندي هنا words ننشوف معنا كل sentence ايه في الwords تي let's read the words together apologize make fun spread rumors listen support make fun of pressure someone tell someone's secret بقال نشوف معنا كل sentence ايه number one I think Tarek is afraid of the dark او طارق بيخاف من الضلمة حد يروح لحد يقول I think Tarek is afraid of the dark دي معناها ايه معناها ان انا spreading rumors او spread rumors زي ما هي مكتوبة هنا انا او بقول اشعيت او بطلع اشعيت على الشخص ده او stories right مش مش حاجة كويسة number two you can't fly a kite you are silly انت ما بتعرفش excuse me انت ما بتعرفش الطير الطيارة you are silly تي معناها ايه معناها tell someone's secrets لا معناها معناها listen لا have fun اكيد لا make fun of هو فعلا بيتاري علي you can't fly a kite غريبة جدا متداشر طير طيارة he's making fun of him بيتحك علي type number three let me help you let me help you تي حاجة حلوة جدا تي حاجة جميلة خليني اساعدك ده هو كده he's offering help هو كده be offering help بيقول يعني او بيقدم المساعدة لحد تي حاجة كويسة جدا يبقى support عم بيتديله support او بيدعمه تي حاجة حلوة number four dalia told me a secret she said او او هيقولي secret دي ايه صح tell someone's secret مع كل اسف هتقولي السر بتاع داليا number five i'm sorry apologize تي حاجة كويسة لو احنا غلطنا لازم نعتذر number six you have to help me do my homework now you have to help me do my homework now انا كده بضغط على حد يعمل حاجة هو مش عايزة تي حاجة حلوة لا يبقى pressure someone انا كده بضغط على حد حاجة هو مش عايزها number seven let's play a game this sounds fun wow تي حاجة كميلا جدن let's play a game have fun تي حاجة فيها لاب ومرح وفرح تي حاجة حلوة اوي اوي number eight are you okay tell me why you're unhappy تا كده حد caring about someone why is listen يسمع له يسمع الproblem او المشكلة بتاعت صديقه are you okay this is nice لما حد يكون زالين رح نقول له are you okay tell me why you're unhappy في حاجة حلوة جدا نحن نساء اصدقائنا ما يكون عندهم مشاكل write sentences showing your rules for being a good friends how to be a good friend في حاجات good friends never استحالة يعملوها وفي حاجات good friends لازم should يعملوها طيب زي ايه اول حاجة هنا تعالوا نشوف الاول الحاجات never ما ينفعش good friends never كل الحاجات اللي هقولها دي never يعني استحالة نعملها ما ينفعش ابدا never ابدا نعملها زي ايه انا كتبتها in like list form يعني listة كده احنا لو عايزين نكتب full sentence تبقى تعملوها انتو شما كان عندي هنا مش مش كفاية فنعم اتياكوا some ideas طيب good friends never استحالة their friends listen to their friends good friends should apologize to their friends if they make them sad يعتزروا اصدقائهم لو هم خلوهم يبقوا زعلنين او زعلوهم ويسمعوا لهم ويدعموهم او يخلوهم جنبهم يساعدوهم تمام هاي بيبقى دي الرولز كتبوها عندكم عايزين تكتبوا full sentence يبقى لازم نكتب او اكتبوها in list form it depends على التيتشر معكم في السكول طيب البيزي بي فونيكس learn phonics with busy b يلا بينا ونشوف الفونics listen point and say don't listen to me point with me يلا raise raise شايفين حرف السي raise distance 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 سمعيني الساوند بتاع letter c هنكمل ديواتي ونشوف أكتر ايه هنسمعه زي city city مفروض in the letter c الساوند بتاع ايه ك ك ك car ك cat صح بس احنا بنقول هنا city يبقى sometimes بدأ انطأ السي بطريقة تانية مش مش الساوند بتاعها اللي هو ك طيب citadel citadel هي قلعة طيب تعالوا نشوف يترى ايه تاني بردو نطأ س طب يترى إزاين انطأ السي sometimes س و sometimes ك تعالوا نشوف أكتر read and say underline the letter c with this s sound يبقى ساعد بطة السي s sound وساعد بطة السي الك الساوند بتاعها cat car تمام طيب تعالوا هنا نشوف number one ice سمعتوا الساوند الساوند a s excellent هو قال لي underline يبقى نحط underline هنا under c طيب number two space الساوند بتاعها s excellent bicycle في عندي اتنين c هنا نطأ اتنين c bicycle bicycle عندي اتنين c كل واحدة نطأها غير التانية bicycle bicycle مزبوط بايس c الاولانية as col السي تانية k تمام طيب write and say we excellent raised هنا كل dash لكل letter raised سابقنا سابقنا أو سابقنا to the city excellent on our bicycle أو bicycles او بايسكولز احنا هطينا هنا كل dash letter بايسكولز we saw the هناك هي هناك citadel excellent excellent citadel and eight yummy yummy ice cream رابوا عليكم هنا كل c اللي احنا كلمنا عليها race city bicycle citadel ice cream هنا مختلف في كلمة cream اللي هي ك ناخد برنا كويس من نوت الwords طيب بيزي بي بتقولنا هنا look and read circle the words with a hard c اللي هي ك زي carrot circle the word carrot عشان فيها c مش letter s فيها ك carrot okay distance distance اسي هنا sound s نام لا circle no number three what's this camel it's ك صحي كذا نام لا circle hard c number four cookie cookie c cookie excellent hard c نام لا circle number five mice mice سمعتوا سمعتوا letter s مش letter s letter c sound s this is what i mean يبقى mice هنام لا circle لا عشان هو طالب مني هنا بس hard c number six policeman سمعنا ك سمعنا ك خالص number seven camera camera excellent نام circle number eight race race excellent نام اش circle number nine plastic 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 the c is c hard well done طيب تحايلوا هنا هنا كمان بيقول لي listen sort and write then say بحينا هنشوف الورد الموجودة عندي هنا في البوكس ده و excuse me هنقرأ الورد مع بعض و listen اما نلاقي letter c ونشوف letter c like k الساوند بتاول like k والأس ساوند like s حين نحط هنا الورد اللي هيكون letter c الساوند بتاول زي k وهنا زي k و letter c هنا sound like s s okay ready يالله let's read k cake هي أراضي مع مولة مع letter k هنا صحيق مع الساوند تعالي letter k camel letter k excellent citadel excellent مع letter صح مع letter s هلين ننشوف دلوقات city k coffee excellent k coffee ساي k coffee cold excellent برافا عليكم cold face case لا حنستنى نكتبها مع sound letter s fact 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 excellent ice نستنى مع sound letter s music music سمعينها k ولا s k excellent يبقى music هنا نحط طوي يبقى خلصنا كل الورد بساوند letter k طب يلا بينا نشوف نحط بقى الورد اللي احنا عدين عليها sitatel sitatel excellent اتاني city كل الساون بتاع letter ساي ساوند letter s face اتاني ice excellent pencil pencil ساي letter s حكذا rice excellent sound بتاع letter s i'm so proud of you brava عليكم ها يبي طيب يلا بينا نرجع لي الworkbook phonics look and complete then say يلا بينا هنا عندنا race كنتالب بس نحط letter c race distance letter c city sidatal تميم كده طيب هنا listen circle the word the odd word out يعني ايه كلام ده يعني كلمة الغريبة طيب الغريبة ازاي هي كلها حاجاتي يعني مثلا لو لقيت sitatel city ومسلا camel اشيء للكامل لا احنا هنسمع sound listen نتكلم على sound odd word من ناحية sound ازاي هنا مثلا for example number one camel camel okay هنا الساون بتاع letter c k k صح طيب زي letter k city city الساون بتاع letter c same sound as letter s excellent color k color يبقى دلوقتي عندي two words الساون بتاع letter c زي الساون بتاع letter k فعندي هنا دول اللي صاحة دول اللي اتنين مع بعض يبقى هنا مين الود word city الساون بتاع letter c s صح كده طيب يلا بينا بقى احنا كده فهمنا number two crocodile crocodile k k k زي letter k صح كده k club 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 k صح يبقى دول زي letter k يبقى عندي اتنين دلوقتي نفس الساون بتاع k طيب ice صح زي سامتا letter s يبقى عندي من الآض من الغريبة فستهم اللي هي ice excellent طيب number three فهمنا أكتر صح يلا بينا بربع عليكم space space شايفين letter s and letter c have the same sound space طيب من تاني k cake في عندي الوقتي one بالساون بتاع letter s one بالساون بتاع letter k طيب يطار الثرد one distance letter s تبقى من الآض word k cake excellent طيب number four k computer letter صح الساون بتاع letter k طيب هنا c clothes الساون بتاع letter k طيب race الساون بتاع letter s تبقى من الآض الساون بتاع letter s تمام؟ يبقى الآض word يبقى هي city تمام؟ هي الساون بتاعها بساون letter c بس same sound of letter s city eyes عشان هنا في اتنين krokodile و club هنا عندي space distance بس عندي cake يبقى دي الأض لشان الاتنين هنا بلتر s وهنا computer clothes race هي الأض تمام؟ طيب listen and say يلا بينا it's a short distance to the citadel excellent c i نعرف نرتب الحروف كويس citadel نرتب الحروف كويس جدا نرتب الكلمة الحروف في الورد صح جدا طيب ويبقى كده خلصنا part 2 في يونت 1 إن شاء الله كمان يومين وينزل الاخر جزء في يونت 1 بإذن الله واشكركم جدا ويريد نعمل سبسكرايب ونعمل لايك للفيديو عشان من كلنا ويبقى ونعمل نشير لأصحابنا عشان الكل يستفيد إن شاء الله واشكركم سيكون بي